مرحبا بكم في النشرة الرياضية ونبدأها محليا حيث عقدت لجنة تنفيذية للبطولة الدولية للشباب لكرة القدم اجتماعه الثالث مساء امس في مقر الاتحاد البحريني لكرة القدم وذلك برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية نائب رئيس اتحاد الكرة علي البعينين حيث يأتي هذا الاجتماع في اطار مواصلة الجهود الكبيرة التي تبدلها اللجان المنظمة من اجل الاستعداد لاستضافة الحدث الكروي الاسيوية حضر الاجتماع ضاء اللجنة التنفيذية ورؤساء اللجان العاملة سحبت ظهر اليوم قرعة بطولة المنتخبات الخليجية لكرة القدم لمواليد عام سبعة وتسعين وذلك في مقر اللجنة التنظيمية بالاتحاد البحريني لكرة القدم حيث تشارك خمس منتخبات في البطولة التي من المقرر ان تستضيفها دولة قطر الشقيقة خلال الشهر الجاري هل ستقام جميع المباريات تحت قبة استادي اكاديمية التفوق الرياضي اسبايار هذا وسيفتتح منتخبنا الوطني اولى مبارياته بالبطولة في الرابع والعشرين بمواجهة شقيقه العمانية شكرا